ترجمة نانسي قنقر في تنفيذ طلب السيد الرئيس باتجاه عقد مؤتمر دولي للسلام وتعزيز المفاوضات من أجل إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس القانون الدولي وقد مرة أخرى وجدنا من الجانب الأوروبي الاتحاد الأوروبي التزاما بهذا ودعما للمواقف الفلسطينية المستندة إلى القانون الدولي إدانة واضحة للاستيطان تعاطف كبير مع مواقف الحكومة الفلسطينية دعم لمناطق سي دعم للوجود الفلسطيني في القدس الشرقية وأيضا العمل من أجل إيجاد مشاريع في كل هذه المناطق ودعم الوجود الفلسطيني فيها الجانب الأوروبي بدوره أكد على التزامه بمواقفه الداعمة لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 ورفضه لسياسة الاستيطان ودعم الحكومة الفلسطينية سياسيا واقتصاديا من أجل تعزيز قدراتها وأداء مهامها أجل أن تعمل على مهامها تعمل على مهامها حدود من المعلومات كنت متعمل على سياسة بالترجم في القدس الح 88 حيث أن نعطي بلاد المعلومات في دخول الدولة تحديد الانتصال على تحديد مهامها وتجهى على المهامها وهذا يجب على تحديد المناطقات في التحديد الكامتين جولة الحوار السياسي بين فلسطين والاتحاد الأوروبي تؤكد من جديد حرص الطرفين على الالتزام بالاتفاقيات الدولية من أجل تحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط اجتماعات الحوار السياسي واللجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة تقدم فرصة للجانبين للإطلاع على تطورات المستجدات في الأراضي الفلسطينية بعمق وتعزيز فرص العمل والتعاون في جميع المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية من أجل إرساء أسس إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة من مجلس الوزراء الأوروبي نورلهودا محمد تلفزيون فلسطين بركسل ترجمة نانسي قنقر